لو محمد مرسي ما كانش مات كانت حاكم بيوتهم التخبر مع امريكا هو انا اللي قلت لا هيلاري كلينتون ووسائق بتاعتها المرصد ناشر عدد كبير جدا من الوسائق بتتكلم على مجموعة منه بتتكلم كيف كان يتم نقل اسرار القوات المسلحة الى امريكا مرسي لما كان رئيس حزب حرية وعدالة قبل انتخابيه رئيسا واسناء انتخابه رئيسا كان يقوم بهذه المهمة ما هو قلنا قبل كده لما عينوه في تمانينات ورح ناسا وبعد كده طلع لك ما رحتش ناسا كان ده دوره ازاي ينقل كل المعلومات خاصة باجتماع المجلس على قوات المسلحة خاصة بالاحزاب المصرية كلها كل ما يدور في مصر ينقل للسفار الامريكي في القاهرة وللامريكان الوسائق قالت كده مشان اللي قلت قالت انه مرسي اجتماعاته قالت حدده انه عدد من وسائق منها وسيقه في 10 ابريل 12 و14 يولو 12 كان لسن بقاش رئيس ثم وسائق في 14 يولو 12 و4 في 21 ديسمبر 2012 كان ينقل كل ما يدور في مصر الى المخابرات الامريكية والى السفار الامريكية في القاهرة وعلقته وكشفت هذه الوسائق اجتماعاته مع المجلس على قوات المسلحة ومع وزير الدفاع كل ما يجري من لقات واجتماعات ما بين محمد مرسي لما كان بيحضر اجتماعات المجلس على قوات المسلحة مع الأحزاب السياسية قبل تسليم السلطة وقت ان كان المشير حسين تنطاوي الفترة اللي هي من 12 فبراير حتى 36 كل هذه الاجتماعات محمد مرسي كان ينقلها الامريكان كلها بالكامل يتم نقلها الامريكا الوسائق قالت هذا الامر وفضحت تاني بنقول فضائح هيلاري كلينتون بريد كلينتون بيفضح جماعة الاخوان ومرشتهم محمد بديع وجاسسهم كلهم جواسيس اللي كانوا بيحكموا في هذه السنة اتكلمت الوسائق على انه كان الحزب الحرية والعدالة محمد مرسي كان عنده مخاوف من في وسيقة في 12 وسيقة في 6 فبراير 2012 بتتكلم على انه احد الاشخاص المطلع وهم عادة كانوا بيتكلموا له ثقة او محمد مرسي وقيادات في الجماعة انه قالوا لهم عندنا مخاوف من التدريبات اللي بيقدموها لمنظمات غير الحكومية وقالوا انه دي ممكن تشكل خطر على الاخوان وسيقة تانية في 14 8 2012 عن مصدر سري موجود في جماعة الاخوان والحزب الحرية اللي هو محمد مرسي من غير ما تقول سري هو محمد مرسي هو الوحيد اللي كان بيعمل كده وقال انه هم ملتزمين بانه مصر هتكون دولة اسلامية طب احنا كنا ايه يعني مصر دي مكنتش اسلامية لفي عهد الاخوان مصر دولة اسلامية ولكن قالك هتظل دولة اسلامية وجدوا انه انه مخابرات العامة المصرية انه مرسي مرسي بصوا جاسوس رأيه وإيه في المخابرات العامة المصرية قالك ان مرسي ينظر الى المخابرات العامة على انها تهديد محتمل ان المخابرات المصرية مكنتش على هواه مرسي قال الامريكان كده الوثيقة قالت كده مش انا ان مرسي كان ينظر الى المخابرات العامة على انها تهديد محتمل لنظامه ويخشى ان تعمل عن تقول سلطته يعني كان يخايف المخابرات العامة المصرية محمد مرسي كان يخايف قبل ما يبقى تاني وهو عندما تولى الحكم واسيقة دي بتتكلم 14-8-2012 يعني بعدما تولى بحوالي شهر ونص أو شهرين شهرين ونص تقريبا يرى أن المخابرات العامة ربما تقاوى السلطته وأنه هو مش مستريح للمخابرات العامة المصرية